أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المباحثات التي أجرها مع رئيس وزراء أرمينيان يقال باشانيان أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري لكليهما بما يتنسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الأرميني أن المباحثات شهدت التأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سوء للإستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الزكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر